تعود الأمور إلى نقطة الصفر بعد إقرار مجلس النواب إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي وإعادة العد والفرز اليدوي إضافة لإلغاء انتخابات الخارج والنازحين بعد فضيحة تزوير النتائج قرار مجلس النواب كان بمثابة مسمار آخر في نعش العملية الانتخابية في العراق التي شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005 مسؤولون حكوميون لم يفصحوا عن أسمائهم أكدوا أن اللجنة الحكومية المشكلة من قبل العبادي توصلت إلى تورط مسؤولين في المفوضية في جرائم تزوير وتلاعب لصالح أحزاب وكتل سياسية مقابل تلقي هؤلاء المسؤولين ريشة مالية وصلت إلى ملايين الدولارات وهو ما يضيق الخناق على مفوضية الانتخابات التي خضع أعضاؤها لقرار منع السفر والإقامة الجبرية مصادر مقربة من الحكومة أوضحت أن قرار إلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين من شأنه تغيير نواب فائزين بحسب النتائج الأخيرة كما أن إعادة العد والفرز الإدوي قد تفضي إلى تغييرات كبرى قد تصل إلى إعادة فرز جميع الأصوات في العراق التطورات الأخيرة أربكت حسابات السلطات الثلاث في العراق وجمدت كل المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية الفائزة لتشكيل التحالف الأكبر في البرلمان الذي يمهد بدوره لتشكيل الحكومة ورئيسها سيناريو إعادة الانتخابات قد يكون الكابوس الأكبر بالنسبة لشركاء العملية السياسية إذ يصطدم بعدة عوائق أهمها تبديد فوز القائمة التي يدعمها الصدر والفراغ القانوني الذي ستدخل فيه البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية للبرلمان الحالي مطلع تموز المقبل وثم تمن يقول إن ما آل إليه الجدل بشأن الانتخابات في العراق ليس سوى نتيجة حتمية لطبيعة العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية وتقاسم السلطة وهو ما كرس الصراع بكل السبل المتاحة بين الشركاء السياسيين للحفاظ على المكاسب والانتهازات